سوف نتحدث عن شيئاً مهمة بريثيمبلاً تبقى قليلاً بالتركيز وهي الستاتيك كراول لنتنج طبعاً، قبل أن نبدأ في الستاتيك كراول لنتنج النقاط التي نتحدث عنها أول شيئاً سوف نتحدث عن أنواع نتحدث عن كراول لنتنج التي يمكن أن تحدث عن كم نوع يمكن أن نعرفهم وكل نوع، وين يندار ومتى يندار هذه رقم واحد باختصار طبعاً رقم الاثنين سوف نتحدث عن II تطولت على walks نتحدث عن أستاتيك كراول لنت rifles كثيراً ربما يتعلق وعلى الهرباء كيف تعمل بلانيج لفترنت الهرباء وفي الأخير حنتكلم على السيرجيكال، اللي هو الانسجن ومع ذلك النوع من الانسجن ومع ذلك النوع من الانسجن وحنتكلم على الاستيو بلاسيو والاستيكتومي باش ندروهم وكيف ندروهم عن ما لمت لمرة مرة بنشبح للتلفولي، أنا كان في أي حاجة لا تكتبوها لي بس لما فيش صوت والصوت مش واضح أو الامور التانية صار في الأول كأنواع لـ Crown Lengthening عندنا نوعين عندنا نوع يسمى Static Crown Lengthening وعندنا نوع يسمى Functional Crown Lengthening شين الـ Static Crown Lengthening؟ من اسمه Static Crown Lengthening Dealing with Static Zone في الانتيرير ايه بتاع الماث وزي ما أنا حطط لكم الحالة اللي صار هادي أن المريض عنده Short Teeth وGingival Overgrowth وهذه يسمو فيها Altered Passive Eruption Short Teeth مش Due to Attrition لا, Normal Teeth مفيش Attrition لكن لأن الأسنان Short لأنه فيه Overgrowth يأمّل الجنجفة بس يأمّل الجنجفة عنهم وهذا اللي خلّى الأسنان يبانوا قصار كيف ردوهم لطولهم اللي هو الطبيعي نحن نحو جزء من اللتة أحيانا نحو جزء من اللتة بس وحيانا نحو جزء من اللتة والعظم تُرستور النورمال لنت أوكي وعطي لكم رسمة اللي تحت هي يمين ويصار الرسمة اللي تحت هادي مبينة الديستنس بين السمينت والمجنجشن والبون إن هي أبنورمال وكيف نحن نحناها يعني غيرناها من اللي سابق إلى يمين نحن نحن نشوي تُرستور البيولوجيكال الويت للطبيعي هذا جزء اسمه استاتيكرا ولنتنينك هذا هنتكلمه عليه اليوم بالتفصيل الصوت يقطع لا أرشع لماذا الصوت يقطع ممكن غير في الأول بس بعد إن شاء الله اللي مرحة تمشي بها لو في حاجة خصوص الصوت يريد تلغوني بس نحن نستمر الله اللي علم من هذا اسماه ils são لدينا ولي بالاستاتيكذا في البGANي لكن30 من when حينما يكون عنددي 안 mm cut 99 ام ично حينما يصبح على heretation يعني نرمده خرجنا نرة عندما نرى نركب لand-procedures هذا الذي سنتحدث عنه اليوم هذا بروح على الـ Functional Crowd L prev اليوم سنتحدث عنه اليوم سنتحدث عنه Art likes and Talking هذا مجرد فقط هو مثل الشخص لرمي الأطinsighs فيceedر مثل الـ فنحتاج لنا أتستاذ الفينيش لايين integral فلو نحن نحتاج الفينيش لايجب في سنعرؤية إلى عدد القرية فنقود أن نحفظه بفينيش لايجب بين FBN فبالتالي نضطر أن نقوم بعمل للاسنان هذي وننحوا جزء من العظم ليومستوى معين وليس بحصول النتجة التي تحت إلي نحسن طول الأسنان لم頻 مستوى لنحسن ربماً أطفالي في الم MAS مش هنحصر التنشي في حالات البروسيزيس وأحياناً يكون في الاستاتيك زون يعني فونكشنال كراولينتنينج مش مقصور على البستيريور تيث بس نديرو فيه حتى في الأنتيريور تيث زي في الحفلة هذي فراكتشورات جينجيفل ونبقوا انه نحن يرستور الأسنان هذي الايديال تريتمنت في حالات زي هذي هي الاورتوضونتك إكستروجين ايديال تريتمنت ليش نقدر نديرو السيرجيك الكراولينتنينج لكن أحياناً الاستاتيك تلعب دور كبير لأنه يكون الناس عندها هاي سماي لاين ولو انت نحيت جزء من الجينجيفل وانه جزء من العظم ستطلع بمستوى الزينة تح الأسنان هذي أعلى بالأسنان الثانية الاستاتيك اللي مش هتكون مقبولة النتيجة فيوهاف توانالايز الكيس وشوفوا الايديال تريتمت لحالات زي هذي هذو طبعاً ندرنا سيرجيكال شوفوا هنا مثلاً مثلاً شايفين يعني مستوى زنت متع الكاناين متع اللاتيرال مستوى زنتال فتع مستوى الزينترال مستوى زنترال من أحيان الثانية هذي أشوق سن مستوى زنت اللاتيرل مستوى زنت الكناين مدى بنا كراولينتنينج اللي مندالون قlor لمة حتى الكناين مش نحاول اننا نحن نوحده ما بين الأزمج القتاد وطبعاً الـ Functional Crowell Lengthening يندار 360 ديجري مش زي الـ Estatic Crowell Lengthening الـ Estatic Crowell Lengthening يندار في اللابية السيرفس أو في البكة السيرفس فقط لكن الـ Biological Shaping اللي هو Distributed by Milker 2003 تم اسم هذا خاص به Biological Shaping اللي هو نفس الـ Functional Crowell Lengthening يندار 360 ديجري يعني هنا بتفتح بكة الفلاب و بتفتح بلتة الفلاب و بتلعب في السنة بتحول جزء من السنة 360 و تنحي من العظم بكل و بلتة This is in Function لانك انت لو بتدير الـ Finishing Line هنا بتديرها all around يعني من بكل و من البلتة لكن في الـ Ultra-Busse of Eruption في الـ Estatic Crowell Lengthening نداره فيه من البكل بس نداره شيء من البلتة اوكي مش نتحصوا عن نتيجة هذه ما زالت نتيجة مبادئية و مازال قاعدين نداره في حاجة اسمها Soft Tissue Conditioning كيف Soft Tissue Conditioning نستطيع أن نلعب في Soft Tissue لانه لما نضغط على جهة من Soft Tissue يرجع معي Soft Tissue Fog مش عارف لو صوت كويس تتبولي بس ماليشي لو صوت كويس مش عارف لو صوت كويس مالذي جزء من أجوز لعند ما تشوفوا المستوى هنا شفتوا الـ Embraiser كيف نفتحوهم ما تقوليش من الأول عندي Black Tres Ingles ما تحكم شعي عني Black Tres Ingles لعند ستة شهور روّلات ضروري ما طعتي Express للـ Interdental Babel Normal Space هذا وتفتح الامبريجرس سليتلي لأنه يصير كومبليت كلوجر للبلغة عنجلز هذه بعد ستة شهور من المؤقت هذا يدير كابي للمؤقت هذا وتسلم لمريض البرمنت بعد ستة شهور هذا الكلام نتكلم عليه في الاستاتيك زون وهذه النقطة هذي نتكلم عليها في محاضرة تانية تبع الفنكشن اللي كانوا لانتنجل يصوف تشو كونديشننج تمام خلال الوضوع اللي هو كيف إن نحول أسنان المريضة هذا نفس المريض مين يصار كيف نحول أسنان المريض الشورت هذه ونردها للنورمال لينت لأنه فيه جولدن بروبورشن هنعرفوها داخل وهي with lint بروبورشن ريشو يعني علاقة العرض بالطول لما يكون المريض واضح أن هذا عنده شورت تيث لما تلقى عرض السنتر هذه حوالي 8 ملي وطولها هنا تقريبا 8 ملي وإيديا المفروض يكون 10.5 إلى 11 على حسب العرض لكن تقريبا لما تكون 8 ملي الطول يكون 10.5 أو 10.2 في هذه الحالة يجب أن يكون في بعض مننا فهمين الكراولينتنين غلط كيف فهميننا غلط أنهم يأتي ويديروا في جنجيفيكتومي جسد جنجيفيكتومي ويقصوا في جزء من اللت ويقولوا لهم مريض تم الكراولينتنين هذا هو خلاص تمام ووقت العملية الموضوع ممتاز وجميل وقالت قصيت جزء من اللت ورديه طول السن لكن بعدها في خلال 6 أسابيع الأولاد أو 3 أسابيع الأولاد يصير ريلابس ووليلك المريض في خلال فترة بسيطة أن كل جنج فولت ركبته ليش لأن الـ decision making من الأول كان غلط لأننا عندنا هنا 3 سيناريو سنتعرف عليهم في حالات نديره في جنجيفيكتومي سنعرفه أمت وفي حالات نديره في جنجيفيكتومي وفي حالات وفي حالات نديره في جنجيفيكتومي نديره في أباكالي ديس بلايس ديس بلايس وفي حالات سنعرف كل حالة أمت تمام ممتاز، كويس لكن قبل ما نخشه في الخطوات وكيف نديره تقييم للحالة نبه نفهم بيولوجيا الحكاية كلها بيولوجيا لو أنت خدمت بيولوجيا النتيجة حتكون مضمونة وزي نتيجة اللي منتحصر عليها نيبتحصر عليها نيبتحصر علي زميلك ده سامي يظلت في حالة نحن Thinking Biological بقى شي اللي Thinking Biological لفلساتك راولينتنج شي اللي مفروض نذكره فيه وشي اللي مفروض نرده بنا منه مش نتحصله على نتيجة مضمونة وصحيحة وما نصليش Relapse في الكيسز واللتة تركه بتاني والمريض ما يكونش مبسوط من النتيجة اللي هي Biological width ضروري ما تفهموا Biological width وإنك أنت Relapse اللي يصير Due to إنني ما عطيت شروم للConnective Tish والأبتيلية متاشمت ما عطيت شروم كيف عطيت شروم مجرد أني قصيت جزء ملتة بس لكن مستوى العظم قاعد عالي ما فيش الConnective Tish ما عنداش وين يشد على الروت ما عنداش وين يشد على الكراون فتبطر اللتة أن هي Pro-life rate again وتصير Relapse ثاني كويس ايديا لي المفروض يقدش يكون عندي ايديا لي ال Biological width هو حوالي من 2 إلى 3 لك حالي خلينا بالأرقام من 2 إلى 2.5 هو 2.04 يعني 2.4 من 10 لكني نعطي لكم رفلي يعني خليكم رفلي هو 3 ملي خلي 3 ملي ملي للجنجفل سلكس ملي للجنجفل سلكس تقريبا يعني هو كاتب 0.6 وملي للجنكشن الابيثيليم اللي هو شاد على من سمنت وينما جنكشن وماشي ومطي جزء من الأناتوميك الكراون وملي كونك تفتشه وسنقل مليا نعطيه بالنصف ومع هذا الشمس يسمى رفلي مليا سيف وكل اسمه بيولوجيا الود ولكنه 3 تقسام عندما تضيع القصف من لتا ونحيه الجزء من السلكس ونحيه الجزء من جنكشن الابيثيليم لكن لم أعطي شروم للكونيكتف تشو قتاش متنوه يشد على الروت لأن الروت كفرد بالبون معاي نزيد ونفصلوها اكتر وده كلام موش جديد الكلام هذا من ناينتين سكستي ون الكلام هذا كلام جديد من ناينتين سكستي ون أن ضرور يطعطي ملي 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 تقريبا يعني تقريبا افرج يعني ما تدققوش هلبة في الارقام لو تبقوا هلبة اول ارقام المزقوطات يعني واحد فاصلة سبعة من مية تسع ستة بان عشرة لو بالضبط يعني احنا ما زلت سمater ونجعل في العملية ثقريبا shorter do so say bun نعطيه ملياً، الجنكشن الابثيون نعطيه ملياً، والتشنم الابثيلياً والتيود نعطيه ملياً نعم إنه يعتبر في الصالكس في الراسمية أنه لا يوجد جزء من البيولوجيك يعتبر في البيولوجيك ب呼ب عبارة عن المتقدم مع الابثيليام عبارة الزمن الزراحة يولي همه 2 ملياً تمام ممتاز هذا الفيديوؤس يعرض من 1961 عبارة عن التشنم الابثيليام والتيود مثل الإبيتيليم سببيري للكريستال بون أو فوق العظم، ما فيه حاجة تحت العظم ماشي، وحيننا بدلوا نقولوا إنه هو من 1 إلى 3 ميلي، فيه ناس تقول من 1 إلى 3 ميلي من المارجنال جنجفة لو بتحسب من المارجنال جنجفة الكريستال بون، 3 ميليمتر هذا النورمال، 3 ميليمتر زي ما قلنا، ميلي للسلكس ميلي للجنكشنل، ميلي للتشوى ميلي للتشوى وي سوى، فهذا ما توزيعاتهم قلنا بالتفصيل لو أنت تبقى تتعامل مع البونتس تمام كويس، لكن فيه مختلفة بين الناس، فيه مختلفة بين الانترابروكسيما البون، وبين البلد البون، بين البلد البون، هنا بالمو في 1978 قلنا أنه هو ممكن يكون ميلي بيولوجكال ويث، ممكن يكون ميلي فقط وممكن يكون أبط من 1 إلى 3 ميلي، يعني فيه مختلفة بين الناس، زي ما نقوله بعدين من أعطي البونتس أنه في بعض الأحيان لدي هاي كرسط من البون، البون راجي فوق والباشط لا يوجد مشكلة، لكن غير الأسنان قصره لأنه صفته بطاع فوق تمام، كويس كيف يصير بيولوجك شيء بيولوجك كيف يصير بيولوجك كيف يصير بيولوجكويت بيولوجكويت كيف يصير بيولوجكويت يعني أنت عندما تحصل يعني أنت عندما تحصل أو تحصل ويصير بيولوجكويت وتحصل على زيادة تضطر لك أنت تنزل بالفنش لاين سبجينجفل بينزولك هذا في الفنش لاين سبجينجفل بيصير فيه يعني يعني للبيولوجكال ويبدأ المريض يعاني من مشاكل، من عدة مشاكل ما أنتم شايفين في الحالي المريضة هنا صار لجنجفل في المنزل على المنزل وصار فيه بيولوجكويت الرسوم متاع الجسم للبيولوجكويت هذا أولا المريضة بيولوجكويت 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 ومالتهبة ويما تجيب فيه دم وبوكتس وصديد وكدا يأما يصير فيه بيولوجكويت على حسب نوع المنزل المشكويت للبيولوجكويت المنزل المنزل هذا المنزل من Leo ويقع معنى الحرام هنا هذا المنزل بسموح أن نحن نخشه 0.5 ميلي إصاب جنجيفا وهنا موردين كيف صار violation لبيولوجيكا الويت هذه الكحلة هذه المارجن والأخضر هذا الاتاشمنت صار فيه violation الاتاشمنت والامريض صار للقصة التي تشوفوا فيها هذه شي العلامات بي كيف نعرف روحي نقدر violation لبيولوجيكا الويت طبعا فيه أدة أسباب فيه chronic pain ممكن المريض يبدأ عنده chronic pain في التركيبة هذه فيه progressive جنجيفا inflammation ممكن ينصل bone destruction وبوكت فورميشن ممكن يؤدي لجنجيفا ريسشن كليكا الويت الكلام ليس صحيح اسمه فيه من بعض الناس اللي يقولون حتى وصار violation لبيولوجيكا الويت الجسم هيأقلم نفسه هذا كلام ليس صحيح الجسم ما هيأقلم نفسه الجسم بيصير فيه بيرد ردة فعل الفيوليشن اللي صار هذا بكرونيك جنجيفا ممكن ينصل حتى إلى clinical loss of attachment وبوكت فورميشن ونبدو معين حالة حتى علاجها صعب وهذه حالة من الحالات بس مش نبرهن لكم الفيوليشن مريضة مركبة مليهاش حتى فترة طويلة لكن شوفوا رصبونس متاع الجنجيفا هنا شوفوا رصبونس متاع الجنجيفا عنوة تركيبة تلصف في عدة مرات الطيح تلصف في عدة مرات الطيح لأن الأسنان short الأسنان short والدكتور هو يبي يعوض اللنت هذا بيزود الريتنشن نزل بالفنشلان متاع عصب جنجيفا الهلبة صار فيوليشن البيولوجيكا الوث والمريضة قاعدت عاني من من جنجيفا الانفلاميشن وخلوناك بليد جنجيفا الارجم بصفورميشن وردونت التشو ديشو يعني شوفوا كيف حنايا بيولوجيا بس مجرد أن هنا حين التركيبة هادي وحطينا مؤقت وطبعا علجنا الجنجيفا وليس علجناه لدينا بيولوجيك شابيك بالأمانة مش مددبش عليكم مش نوصل ننتيجة زي هادي يعني this is the same patient this is the same patient after few months منا نتذكرش بالظبط ممكن 3-4 months بعد ما صار غيرنا التركيبة شوفتوا الفرق ردنا الطول الحقيقي للأسنان لما فتحنا فلاب اللي جينا في انفيجي صايا الليبون حوّلنا جزء من العظم حوّلنا جزء من الرلتة حطينا جرافت على بعض الأسنان اللي فيها روت ديهيسنس مش نحمل روت سهد ونعمل لهم بروتكشن مش نتحصتوا النتجة اللي تحت حسنا تمام ممتاز كويس بقية كيف نصلحوه مع هذا قلتها نتواني كيف تصلحه بطريقين يا إما أننا نحن نديرو surgical removal للبون أوين بعد العظم ونخلقه biologic width جديد ها مش نحجزه من الرلتة لا في حالات زي هادي لما يكون العظم نير من الرستوريطف مارجن أو من cemento enamel junction يجب أن تتحويل بارت من البون باي لكن ليس في كل حالات تقدر تحول جزء من العظم لأنني قلت لك مرات الموضوع بيطلع أقلي استاتيكالي مش مقبول في الاستاتيكالي وخاصة للمريض عندها هاي سميل لاين تاخذ راحتك تتحول العظم تلقي روحك في نصر الروت تركب تركيبات كراوان طويل طبعا تعوض كما نرى في حالات حسنا نرى في حالات ناس تعوض في التركيبات ببينك بورسلين ببينك بورسلين ببينك بورسلين هذا وبعين المريض يعاني المشكلة يعاني من البيولوجيك الويت بايوليشن أو انفاجين كرونيك انفلاميشن بولوس طلقا روحك لاتاربع سنوات استنى هنا يتب خلع معاي ففي بعض أحيان لما نديروا أناليسز والمريض اللي عندها هاي سمايلاين ايديالي نديروا في إكستروجين بالأورتو الإكستروجين في ميزة بيجيب لي الصوف تيشو معاه وبجيب لي البون معاه بعد ما نكمل الإكستروج نديروا سيرجيك لكرون لنتنج بسيط بيش مصير ليش ريلابس في الحالة تمامو نرجع الموضوعنا الأساسي احنا يتوى تكلمنا في الأول عن أنواع لكرون لنتنج اللي يجي توى اجدد معنا تكلمنا عن أنواع لكرون لنتنج فانكشنال وستاتيك اتكلمنا على البيولوجيك الويت وأهميته وقامت يصير لها فيويوليشن لو وصل لها فيويوليشن شين يصير للمريض مش تفهم مش سكوي لأن الموضوع تافه انت بحركة بسيطة تديرها تلقوا روحك في بحركة بسيطة تديرها تلقوا روحك تطالع من هذه الموضوع التي يعاني منها البشيط معاي نرجع الجمي سمايل طبعا كما انتم معارفين الجمي سمايل موضوع كبير هلبة وشائك وفيه كلام هلبة ونسا تتكلم في هلباني عن تناولة من نقطة السيرجيكال point of view هنركز اليوم على الحالات اللي هو الألترد passive eruption هنعرفوه شو معناها هذه الألترد passive eruption تمام ممتاز ليش أنك أول حاجة لما يجي تتكلم في الموضوع عندما يجي سمايل تتكلم في الموضوع الموضوع من شم متضايق هل متضايق من أن جزء ما يلت إيبان هل متضايق أن هول أسنان قصيرة هل متضايق أن الأبر لب short upper lip هل متضايق من الهايبر mobility في الأبر لب هل متضايق أن فك نازل وطلع لبرا موضوع يتضبط الpatient ضروري وكيف يعني يجب أن تسأل your patient what pattering you شي مضايق في الموضوع يتضبط المريض شي مضايق في الموضوع مش تعرف شو الحل انتم زي فينا هني أربع سيناريوات سيناريو هني short teeth سيناريو short teeth ومعها excessive gingiva سيناريو short teeth ومعها excessive gingiva وshort upper lip يعني كل حالة من الحالات هذه عندها different treatment planning كيف عندها different treatment planning يعني بعض منهم يبقوا interdisciplinary approach بين another speciality زي في حالات لما يكون المريض جاي بلينيج من جزء كبير من التيبان عند long face في حالات vertical maxillery excess المجزلة نازلة هلبة لما يبدو المريض شاربة يطلع الفوق هلبة المجزلة بارزة أو نازلة أو الاثنين بارزة ونازلة هذه vertical maxillery excess علاجها موش ب crown lintening ولو حاولت تصلح الموضوع ب crown lintening حتدخل الموضوع تدخل patient في static problem ولو حاولت أنك تصلح الموضوع ب lip reposition تربط failure في أقرب وقت كيف تزبطها vertical maxillery excess بالlateral safe تاخذ lateral safe للpatient ودخل analysis ودخل lateral phallometric tracing وخاصا تتوى بالsoftware وجودات كلهم وتطلع المشكلة هل في الأسنان بس هل في skeletal يعني أو dental أو لتنين مش تقدر تناقش مع المريض ومع orthodontist how to correct this problem وفي الغالب حين صلحوا فيها بorthodontic treatment وorthodontic surgery مع بعضهم الزوز مع بعضهم بينما في بعض الحالات لما يكون عندي الأسنان نازلات normal lint normal lint لكن مستوهم coronal adjacent teeth زي الحالة هذي ما تشوو فيها coronal adjacent teeth هذي سمو فيها altered active eruption السنة جاعدة مستمرة في البزوغ في eruption altered active eruption والمريضة الجام الضيق منها هذي حلها orthodontic treatment هونش حتوى crown lint ممكن يندار crown lint بعد ما تصلح l-occlusion وترد الأسنان l-occlusal plane أوكي ثالث حاجة اللي هتناولوها اليوم اللي لما يكون عندي short teeth و excessive gingival display في حالات altered passive eruption يعني السنة وصلت l-occlusal plane ماهيش over erupted مش تفرق بين هو active active over erupted فايت l-occlusal plane هنا occlusal plane مافيش attrition مافيش occlusal wear attrition ماعندهش وعنده short teeth وجزء من التيبان في الحالات هذي هي اللي حتصلح بالبرودونتل surgery اللي الاستيكرا واللنت معاي صار ضروري مانفرقو بين patient expectation كل مريض شي اللي نضايق بالظبط ضروري ماندير الانفستيكيش المعينة نستعين ب orthodontist المشكلة هذي skeletal أو dental لو dental تصلح بال ortho أو لا لو تصلح بال ortho ideally is the orthodontic treatment الجراحة آخر شي مش تشد السكالبل وتفتح الموضوع ماهوش بش سهولة هذي وفي كورس حقيقة نعطي في عددت قبل لدي دكتور شادة في 2016 دكتور شادة غني على تعريف من آخن جيرماني عطنا الكورس هذة في ما يخص التريتم بلاننج في الستاتيك كيسز هاو تدو استاتيك شكلاست بالتفصيل شي مفروض تاخد في الاعتبار شي مفروض تسجلى في الشكلاست هذي وشي مفروض تسجلى مناعة الأسنان والزينة طول الأسنان الانتر بروكس مال سبيس مع الكلوز كل الكلام هذة بتفصيل تسجلى مشكلة المريض وين بالضبط في هذه الحالة تقدر تصل للديقلوز الصحيح نرجع الموضوع الأساسي وهو الألتر بس الاربشن الألتر بس الاربشن أسباب زي ما قلت لكم في نوعين في active اللي هو ديور توت ايربشن مو مو توت تور ل ل بل أو تور الاربشن الاربشن هذة يسمون فيها active ايربشن مش السبب أن في لتة زيادة لا السبب أن سنة نزلت بزيادة سنة نزلت بزيادة ماشي وخاصة تصيل لما يكون عندي أسنان مخلوعة أو ما فيش opposing يعني وهذه ما توقفش throughout life يعني أنت طول عمرك الأسنان ماشي في ايربشن لا توقفش حسنا لأن يصير في attrition يتعوض الأسنان باكتب ايربشن هذا الباسف ايربشن لا ليس موفمت السنة الباسف ايربشن هو موفمت الجنجيفة تورد السيرفايكال آريا وهذه يصير فيها فالي تقضي على السنة هذا سبب الألتر باسف ايربشن أن في الألتر باسف السنة وصلت ل الباسف الجنجيفة لم يصير فيها ابيكال ميغيريشن قاعدة على الكراون وهذه السبب في الحالات هذه أن حين اضطروا الدخل الجراحية ونحو فيها هذا الكلام قلت بالتفصيل فحتي الريفرنس لنا مش الشخص تقول هذي ألتر باسف ايربشن أو مش ألتر باسف ايربشن أو أو بالنيبرز probe في أو تزور كاتف الكتاب أنه بالنيبرز probe you have to locate السمن to enamel junction والنيبرز فيه أرقام ليش مش تزبط الدستانس أول حاجة تحدد الدستانس ما بين السمن to enamel junction والmarginal ginger اللي هو الصلقس يعني وبعدين بالبون sounding تحدد الدستانس البون sounding حناخدوها شوية شمعناها بون sounding تشوف to enamel junction وإن relation to marginal gingiva مش تزبط الحالة هل محتاجة مجرد gingiva بس أو محتاجة gingiva بور رموفل أو محتاجة بور رموفل بس من غير gingiva بكتومي لأن كلتا مرات مشكلتك في الجنجفة راكبة والعضم نورمال ومرات الجنجفة نورمال والعضم راكب ومرات المشكلة فيه جنجفة راكبة والعضم راكب كيف تحددها هذه فيه تحس المشكلة لا تشعر بها فيه بون كفر لها في هذه الحالة على طول تمشي الدياغنوزم تاعها كالو الالتر باس الاربش وتدير الخطوة اللي بعد اللي قلت لك عليها البون ساون مش تزبط اللي توا تزبط في الأول انت تزبط العلاقة بين السمنتوناما والبون وليس المشكلة البون تزبط السمنتوناما جنجشن المشكلة معايا لنقدر مهمة رفضها شخص مهمة اول حاجة توقف السمنتوناما موجودة او لا مش موجودة تزبط بالبون البون راقي ومغطي السمنتوناما جنجشن هذه نصنف فيها التر بسب اربش الخطوة اللي بعد هي تزبط البون ما معناها bone sounding؟ مش تثبت العظم لواء in relation to margin and gingiva كامل مسافة ميلي 2 ميلي 3 ميلي هذه نقطة النقطة الثانية لو حسيت بالsemento enamel junction هذا معناها أن el crown short due to incisal wear مثلا والله variation في الاناتومية تمام سيحل حالة هذه مثلا الحالة هذه short teeth الpatient جاي من الضايق أنه عنده short teeth ولما دخلنا البروب ما حسناش على طول touch bone ما فيش cemento enamel junction bone واصل ومغطي cemento enamel junction فشخصناها أن هي altered passive eruption وخضعت لجراحة وردينا زي ما انتم شايفين شوفوا الأسنان لما كانوا قبل وكانوا بعد نحينا جزء من اللتة هنقول لكم أم تتنحوا أم تتنحوش ونحينا جزء للعظم هنقول لكم لوين تتنحوا كيف ينفروض تتنحي كيف ينفروض تتنحي لما جيت ناحي كيف تتحصر على نتيجة زي هذه نحن نبو النتيجة يا جماعة ان النبو النتيجة لنفس يعني سيف في نفس إذا ما تحصلت على نية تحصل على نية تحصل على نية تحصل على نية كيف ينفروض تتحصر على نية كيف ينفروض تتحصر على نية جزء 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 عند المارجن وفي جنجفة هذه تقدر تشوفها ببرودنت البروب تقدر تشوفها ببروب خاص شوز بروب هذا بروفيسور تشو بروب فلات تقدر تشوفها في حتى في حتى في حتى تحط كطرول تحت شارب المريض باش مصير اوورلاب لالسوفتشو متعلب على الجنجفة يبدأ في تقدر تقيس بالضبط من الكريست المارجن الجنجفة كمّل لموجودات يبدأ تقيسهم في المطاعة المريض أنستيزيا المطاعة المريض أنستيزيا لأنك تستطيع البروب تدخل المطاعة يضغط قليلا يشد البون جيد جيد في 1996 نحن نحن وصلنا في المطاعة إلى نورمال كريست ولو كريست وهي كريست ماذا يقال لنا لو نحن لدخ البروب القينا المسافة زي ما نشايفين هني صور هادي واضح عالبا بين الكريست أو دابون وال مارجن أو دا جنجفة 3 مليميتر هادي صنفها نورمال كريست هادي صنفها نورمال كريست قرر أنه في النورمال كريست اللي ما يستحق شي الباشنط المسافة ما بين الكريست أو دابون و الليفل أو الجنجفة المسافة ما بين الكريست أو دابون والجنجفة المارجن 3 مليميتر أو كي هادي الحالة أنا مسموح كيف مسموح لي نحط جساب جنجفة في نش لاين ما هو المريض ما يبنى شي لكن أنت تدخل المريض في مشاكل توقع لما تأتي تأتي لفنير بتاعك أو لما تأتي تأتي الكريم متاعك ستدخل المريض في مشاكل متاعك يام تحس مينتين 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 يام ما تحس هاش والمسافة تكون أقل من 3 مليميتر وهذه كارتة هذه حتى لو لا لدي مينتين تأتي 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 وحتى لو حطيت حتى لو حطيت نصف ملي سيصير في هذه الحالة أو تأتي 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 صبرا جنجفة لو أنت لا تستطيع مريض في جراحة صار هنا لا تستطيع أن تضع الصب جنجفة لأن لو حطيت المجل سيصير على طور تأتي أو تأتي أو نير أو تأتي في الغ ثالثة حاجة العظم بعيد في المسافة بين المسافة ملي 3 ملي 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 في حالة واحدة يقول ممتاز مع نحط الصب عظف حتى 0.5 صب hl لا لأن الصف تش sand هنا عندما تسود علي ضم بالiant أو detract حالة سيصير ريس أحمر كم أما أكبر سواء مريض والذي أم أما أهرب ريس الرس سعار بالتك Är التي ت tweak You HAS configurations schedule You 囉 euh... سوف نهدي عزيز 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 تصرير وك الأن تنوي الوحل ولكن المحت Помية بونساونتك تقدر ديره كلينكالي هذا علاش في اللي نازلين فيه البونساونتك البونساونتك بونساونتك صادق لانه فيه variability حتى في المريض نفسه فيه variation لأنه الأمانة يعني يعطي فينا فيه clue للحالة مستقبل لشي نبصر فيها professor choose من نيويورك دار جيج خاص به tool يعني فيها according اعتمد فيها على golden proportion علاقة العرض بالطول وصنفها لثلاثة الأزرق هذا والأحمر وببنتهم أصفر طبعا والأكحل يعني لما تجيب تحطي tool هادي وتسنترها على incisal edge تشوف في الجمازين أنتم تشاهدين هنا عرض central هادي بالأحمر للأحمر وفروض الطول بتاعها يكون الأحمر هادي كويسة ممتازة 8.5 العرض الطول 11 ملي this is idea حسنا وتساعدك حتّ كتيش تبي تحوّل عظم وكتيش تبي تحول جنجيفة نفس الشيّن لما تفتح في lab تحط tool هادي على incisal edge تساعدك كتيش أنت تبي تحوّل للأحمر ولا لأحمر لهنها تحولهم للعنده هنا طبعا في ناس مش عجبتهم tool هادي لأنها فيها variability ومعتمدة على golden proportion is fixed ها وممكن ما تمشيش معها كل المرضى لكنها تساعد هي حاجة رخيصة موجودة في شركة من الشركات وممكن تستخدمها وتستعين بها على الأقل مش تزبط الطول بعرض وهل أنت ما اضطر تنحي لتها ما اضطر تنحي من الزوز أو لا زي ما انتم شايفيني هنا صورة لولا كانت طبيعية الصورة هذه يشوفوا عرض ستن من الأكحل للأكحل شوفوا هنا معنى أنت ما اضطر أنك تحول جنجيفة لعند البر الأكحل لو كان عندك كارتنايزة جنجيفة إن جنجيفة تنحي لو كارتنايزة جنجيفة اللي بيفضل بعض القص أقل من التملي كارتنايزة جنجيفة تفتح الفلاب تفتح الفلاب بتاعك إنترنال بيفل مش إكسترنال بيفل إنترنال بيفل هناخدوه لقدام لكن مش نورديك بس مش هنقلو أنت في حالة زي هدي جيت قصية لاتبس وسققت المريض قتل روح وما درتش لوكيشن للبون وقست علاقته بالنيو مارجنال جنجيفة وين البون كريست وققته بالنيو اللي انت قصيتها جديدة مسافة كم فيه تري ميلي مبناتهم أوكي فيه تري ميلي مبناتهم أوكي البيشت ميبيش بور ريموفر سيمبل بسيطة لو فيه أقل من تري ميلي لا يهف تو أوبن فلاب وحقيقة مذكر عنده وجهة نظر قال لك حتى دولي تفتح فلاب لأنه في كل حالة تفتح فلاب لأنك مرات لم تضطر تنحي عظم في الطول ومارات تضطر تنحي عظم في الثيكنس يعني أوستيوبلاستي مش هوسيكتومي حسنا لا يهف تواجدنا هذه المسافة تستطيع تضطر 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 لتنين من بعضهم وتشوف العلاقة وتشوف كم يتحول بالظبط كما ترون هنا وهو كريست وهو مارجين جنجفة تستطيع تضطر مارجين جنجفة لكريست كم يتحيش بالظبط وكليستطر كم يتحيش لا تستطيع تحدد هل أنت محتاج تعمل جنجفكتيم أو لا وتو كل الجماعة يعملون بسيطة التي ملغت الأسنان ببعضها في النورمال تيت في الطول تيت فيها فقط والسنترال لأن العلاقاتها المفروض تكون 62% من السنترال والسنترال واللترال والكنين تكون 62% من اللترال كما أنتم شايفين كل ما أخرج كل ما العرقل الأسنان أشياء في في أو أو تجيسهم لما تعمل وتجيس العرض وتبدأ تحدد باللترال لكن توفي وجود الموضوع الموضوع تأخذ صورة للمريض في صورة للمريض في صورة للمريض في صورة للمريض يدخلهم مع بعضهم وتقدر تحدد ويطلع لك مفروض يتحول ومفروض تزيد الموضوع للمريض الحالة تبقى حالة مثلا تبقى تنحف جزء 2.8 تبقى تنحف هنا تبقى تنحف هنا هنا هذا كل موضوع للمريض الموضوع الموضوع في صورة بعض منهم حتى بعض بعض لا أحب بعض بعض لا يرى بها لأن هناك بعض بعض الناس يعمل ممتاز ونصف حالة نزلتها من 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 طول الأسنان لكن لا يوجد طويل لذلك لنعرف بعد دي سدي بعد السرجيكال قايد تم صار نحن بدلوا يقولنا تكلمت عن نقطة وغميتها بسرعانة لأن بنتكلم عليها القدام اللي هي الوث كراتينايزة جنجيفة لأن على حسبة الوث كراتينايزة جنجيفة داروا كلاسفكيشن للألترد بصف إرابشا في نوع تكون الأسنان شورت وعندي كراتينايزة جنجيفة هذي تقدير فيها جنجيفاكتومية وفي نوع لأن الأسنان شورت لكنني أدي نورو باند أو كراتينايزة جنجيفة في هذه الحالة نديره في إبكالي في نوع المسافة لسمي المسافة المسافة من الأسنان ملي وفي نوع المسافة من الأسنان المسافة ملي من الأسنان فانت على حسب طيب 1 اللي بتشتغل به البشيء أو طيب 2 أو طيب.. أو صب جروب A أو صب جروب B.. مش تحرف شن نجر يعني نعطيكم مثال.. البشيء اللي عندي طيب 1 صب جروب A بمعنى عندها وائد زون من الكراتيناز الجنجيفة والمسافة ليس دان 1 ميلي هدا يببي جنجي فيكتومي ويببي بوون سيرجري يعني أوسيكتومي أوستيوبلاستي ليش الجنجيفة اكتومي؟ نستور الجنجيفة يعني عندي وائد زون نقدر ناكل منها واللي يفضل نقدر ناخد منها يعني بالجراحة وليش نحول في عظم؟ لأن الدستانس من الكرست of the bone with cemento in the junction less than 1 ميلي تمام وهذه رسمة موضحة عني Type is Type 1 Type 2 Type A Type B أوك وهذه الأمام بي ربط لكم عليه صار إني عندي تريد عبوا معي دور اللي هم الأممونة of keratinized gingiva الغابات 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 الغابية الي approximately 27 C SEU ولكن KOB وهذه هي مئة ثلاثا أهم نضع جمع أصول جمع أصنيل تلك الجنجيفة ل Providescale 34 Cchlagen このヶراث الغابات الغابة 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 الغابات الغابة للبقية تقром maior الأهم الbia justamente وضuties تقرح في être لكن يجب من أن تصع ببقدك باستشفحت peanut내 كديش بيوفضل فإن فضله 3 ملي وأكثر تقدر تدير Gingivectomy لو فضله أقل 3 ملي فما أقل لا تقدرش تدير Gingivectomy أو أقل من 3 ملي لا تقدرش تدير Gingivectomy ثلاثة ملي وأكثر تقدر تدير Gingivectomy ثانية أتحدد Gingival Biotype Phenotype أو Biotype إذا لم يقولنا Biotype أو 3-State Classification 2017 يدعونها Phenotype لعلاقة بالجيناتك أكثر شامل المصطلح هذا كيف أنه هناك ثلاثة ألوان من البروب في أخضر، في أكحل، في أزرق هل تدخلهم في فجينجيب؟ وتشوف هناك إضافة ثلاثة في فجينجيب وثلاثة في فجينجيب وثلاثة في فجينجيب وثلاثة في فجينجيب حسناً شرعائم حسناً سحر بس أنا عندي نقصر فلو أنتم عندكم المورة مع القولي بس بعلا الشي سحر 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 بس بعلا الشي بس بعلا الشي سحر بس بعلا الشي بس بعلا الشي سحر بس بعلا الشي سحر بس بعلا الشي سحر بس بعلا الشي سحر بس بعلا الشي بس بعلا الشي سحر 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 بس بعلا الشي بس بعلا الشي حتى بعلا الشي بس بعلا الشي سحر بس بعلا الشي بس بعلا الشي بس بعلا الشي سحر بس بعلا الشي بس بعلا الشي بس بعلا الشي في الأسنان بس بعلا الشي بالعلا الشي بس بعلا الشي بالعلا الشي بس بعلا 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 الشي بالعلا 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 الشي حلا الشي بالعلا 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 الشي